في موضوع آخر وبالتحديد في العراق قتل ستة من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية وأصيب سبعة آخرون في هجوم شمال العاصمة بغداد وقال مصدر أمني إن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا نقطة للشرطة في منطقة صلاح الدين طبعا بمنطقة جلان بمحافظة صلاح الدين وهي منطقة ما زالت تنشط فيها خلايا تنظيم داعش كما أفدت مصادر عراقية بسقوط ثمان قتلى وأكثر من عشرين جريحا في قصف جوي يرجح بأنه تركي على محافظة دهوك وأضافت المصادر بأن القصف استهدف مصيفا سياحيا في قضاء زاخو في المحافظة هذا وقد أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإرسال وفد يضم وزير الخارجية ووفد أمني إلى منطقة القصف لمعرفة تفاصيل الحادث وتواصل أنقرة إطلاق سلسلة من العمليات العسكرية داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا إرهابيا المزيد عن هذه التطورات الميدانية معنا حيدر الأسد من بغداد تفضل حيدر نعم حالة غضب شعبي كبير حالة من الغليان على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه هذه الجريمة التي حصلت قبل ساعات من الآن خصوصا وأنها استهدفت مدنيين عزل ذهبوا لهربا من حر الصيف في بغداد توجهوا إلى أحد المصايف في مناطق شمال العراق المعروفة بأجوائها الباردة ليتعرضوا لهكذا مجزرة بسبب قصف مدفع تركي بحسب مصادر أمنية عراقية طال أحد المجمعات السياحية التي تعج في هذا الوقت بالسياح القادمين من مختلف محافظات العراقية باتجاه مناطق شمال العراق هناك غضب شعبي كبير هناك دعوات الآن تصدر بين الحين والآخر إلى التظاهر غدا أمام السفارة التركية مطالبة بطرد السفير التركي ومحاسبة أنقرة على ما اقترفته اليوم من جريمة ضد الشعب العراقي بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني الضحايا حتى الآن ثمانية قتلى وأكثر من 23 جريح رئاسة الوزراء العراقية أوفدت وزير الخارجية وأوفدت وفدا أمنيا إلى المنطقة للوقوف على ملابسات الحادث ولكن هذا لم يخفف من حدة الغضب الشعبي وهناك أيضا الآن مطالبات شعبية من مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لإدانة هذا القصف أو التحرك سياسيا واقتصاديا لإيقاف الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية شكرا حيدر الأسدي في بغداد